بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس في الحج الدرس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صبيحة اليوم التاسع من ذي الحجة توجهوا الحجاج إلى عرفة للوقوف فيها ويحرمون من منازلهم إن لم يكونوا أحرموا في اليوم الثامن يحرمون من منازلهم ويتوجهون إلى عرفة لأجل الوقوف فيها فإذا وصلوا إلى عرفة نزلوا من عرفة في أي مكان تيسر لهم فعرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا يعني عند الصخرات وجبل الرحمة وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة وهو وادي عرنة فهو ليس من عرفة ولا يجوز الوقوف فيه لأنه ليس من عرفة ارفعوا عن بطن عرنة يعني لا تقفوا فيه فهذا هو ما يشرع في صبيحة اليوم التاسع ويوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر ليلة العاشر أي لحظة وقف بعرفة محرما ناويا للحج أجزاءه ذلك ولو قليلا لكن الوقوف فيها نهارا في اليوم التاسع إلى أن تغرب الشمس هذا هو الأفضل والأكمل ويوم عرفة هو أفضل الأيام وأفضل الدعاء في يوم عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيكثر الحجاج مع التلبية يكثرون من قولي لا إله إلا الله أحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لأن هذا اليوم يوم عظيم هو يوم فاضل وهو خير يوم طلعت فيه الشمس ويوم الوقوف بعرفة يسبق يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر فهو يوم عظيم يكثر الحاج فيه من التلبية ومن قولي لا إله إلا الله كما سبق ويكثر فيه من الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخر فدل على أن لا إله إلا الله دعاء لأن الدعاء على قسمين دعاء عباده وهو أثنى على الله سبحانه وتعالى وتوحيده ودعاء مسأله وطلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى وكلها تجتمع في هذا اليوم دعاء العبادة ودعاء المسألة ويقف الحاج والمراد بالوقوف وجوده في عرفة وهو محرم ناويا للوقوف في أي مكان منها عرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي جزء منها وقف بنية النسك فإنه يكون واقفا بعرف الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر